السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا في الفيديو السابق تكلمنا معكم أنه تم إلغاء الاحترازات الصحية في المملكة لموقهة فيروس كورونا والحمد لله وأصبح الدخول إلى السعودية عبر المنافذ القوية والبرية بدون يعني حتى الذي ما عنده فحص يدخل والذي ما عنده لقاح يدخل وما في حاجة اسمها حاجة صحي وحاجة منزلي بالنسبة الآن لأصحاب الزيارات بما يخص اليمن الآن أصحاب الزيارات يقدر يدخل إلى السعودية أو يدخل زوجته وأولاده والتأمين الذي هو في التأمين الذي صلحه المكتب علشان الزيارة العائلية هذا التأمين هو الذي يكفي وهو يعتبر للحالات الطارئة ويغطي فيروس كورونا فأنت ما عليك معك تأشيرة معك القواز حقك تدخل إلى مجلس الضمان الصحي برقم القواز حقك وتطبع هذه الورقة من بابل احتياط الذي يطلع فيه بمعلوماتك وإنه فعال أو تطبع وثيقة التأمين فهذه التأمين يغطي ويكفي فما عند فيش يعني ما عند فيش خوف ما عند فيش أي الذي يخاف يعني ما كان عنده فحص أو ما قاله الرابط أو ما يعني عمل اللقاح خلاص الآن تدخل بالقواز والتأمين الصحي التابع للزيارة هذا الخبر الأول الخبر الثاني اليوم تم تدشين خدمة نقل من العمال المنزلية إلى عامل مهني عبر منصة قواء فأدعو الجميع أن يستغل هذه الخدمة وهذه الفرصة الذي يحب صحيحها أو ضاعه الذي هو سائق خاص أو عامل منزلي أو هذه المهن المنزلية ويحب يحول ينقل إلى مؤسسة أو إلى شركة عامل مهني فيستغل الفرصة وينقل وبالنسبة لتأشيرة الزيارة الذي في السفارة طبعا إلى غاية الآن ما زالت تتأشر قوازات من حق شهر 12 وإن شاء الله أول ما تخلص قوازات شهر 12 بيبدأوا بشهر واحد إن شاء الله احتمال القوازات تصل على الأساس كان الربو ما توصل اليوم أو بكرة وإذا ما قاش بكرة احتمال يكون السبت فإن شاء الله إنه يكون السبت القوازات وصلت إلى عدن والكل يفرح بقوازه ويدخل زوجته وأولاده هذا الذي حبنا أن يوضحه لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته